النهاردة هنعمل فتة فول أكلة اقتصادية ومشبعة ومليانة بيتامينات وفوائد غذائية وكمان أكلة مناسبة للناس الفيجن وفق ده كله طعمها لذيذ جدا وسهلة أنا رندودة وبرحب بكم ولو أول مرة تشوفوا قناتي ياريد تشتركوا معايا وتدوسوا على الجرس عشان ما تفوتكوش أي وصفة جاية إن شاء الله وعجبتكم الوصفة دي ياريد ما تنسوش تعملوا لايك وشار الحاجة هعملها هجهز الخبز اللي هستعمله في الوصفة دي أنا هستخدم خبز شامي ولكن ممكن نستخدم خبز بلدي وهنقطع مكعبات وأنا هقليف الزيت اللي يحب طبعا ممكن يحمصه في الفرن كده جهز العيش الدهبي بتاع الفتة هنسخن زيت أو سمنة حسب الرغبة فحلة كبيرة وهنحمر فيها بصلة كبيرة متقطعة مكعبات البصلة تصفرها هنضيف مع علاقة صغيرة توم مفروم بعد تقريبا خمس دقايق هنضيف اتنين تماطم متقطعة مكعبات اللي فنسيبه ميستيبه مع بعض تقريبا عشر دقايق بس المجرد ان البصل والتماطم يستيبه شوية لكده هنضيف التوابل مع علاقة كزبرة مطحونة مع علاقة كمون مطحون شوية ملح ربع مع علاقة فلفل اسود يحب ممكن يضيف شوية فلفل احمر حار او حتى ممكن يضيف فلفل شطة طازة او هنضيف فلفل حار طازة هنضيفه مع التماطم الخطوة الجاية هنضيف الفول انا استخدمت علبتين فول وحنسيب بقى الفول يستوي مع الخضار ومع التوابل لغاية لما يكون طريب الشكل اللي احنا عاوزينه انا ضفت كمان مع علاقة معجون صلس التماطم واخر خطوة بقى قبل ما الفول يستوي على طول هنضيف معلقة كبيرة بقدونس ومعلقة كزبرة طازة متقطعين صغير واللي يحب كمان ممكن يضيف معلقتين حمص ده ها يضيف للفايدة الغذائية بتاعة الوجبة دي بحب استخدم الحمص اللي هو بيكون في برطمان ازاز انه بيكون جاهز على الاكل دوق بقى ونزبط توابل اوب كده جاهز الفول انا بحب اهرس الفول شوية وفي ناس بتحب تاكله صحيح دي حاجة ترجع للرقبتنا بحب كمان اعمل خطوة اضافية لكن هي اختيارية بحب اضيف تقلية على الفول هحط شوية زيت زتون في طازة اخلط معلقة توم مهروس مع معلقة كزبرة نشفة نحمرهم في الزيت لغاية لما يبقى لونهم دهبي وناخد بالنا في الخطوة دي انهم ما ميتحرقوش لانهم بيتحرقوا بسرعة ونضفهم على الفول وهم سخنين والفول سخت جاهز بقى السوس اللي هنحطه على وش الفول عادة بناخد زبادي ونحط عليه معلقة تحينة ولمون وطوم ولكن علشان دي وصفة نباتي مش هستخدم زبادي هاخد من 3 ل 4 معلقة تحينة وبدل ما اضيف عليهم مية هضيف عليهم حليب اضفت حليب نباتي ما استخدمت حليب السوية وضفت شوية عصير لمون وقلب توم مع بعض لغاية لما زبطت القوام اللي هو قوام سوس وضفت كمان شوية كمون وشوية توم وشوية مالحة حسب الرغبة ونقلب وكده جهزت السلسة كده جهزنا كل المكونات نيجي بقى لتجهيز الطبق كتير بتحب تحط الخبز في قعر الطبق لكن انا بحب احطه حوالين الفول فهحط الفول في الاول في نص الطبق وهغطي الفول بصوس التحينة وهحط الخبز حوالين الفول افضل احطه حوالين الفول اولا عشان ما يتراش وكمان عشان لو في حد عايز ياخد فول بس من غير خبز يبقى سهل عليه حزوا الوش بشوية بقدونس وشوية حمص رشة زيت زتون اللي يحب على فكرة ممكن يديف شوية سنوبر على الوش وشوية رمان وبس كده خلصت وصفة النهاردة وصفة بسيطة ولذيذة وبقى الفهنة وشفة رب تكون الوصفة عجبتكم واشوفكم على خير في الوصفة الجاية ان شاء الله